عايزة استعرض معاكم كده جدول مباريات الاهلي قبل الصفر لكأس العالم للاندية لان الاهلي هيسافر السعودية يوم 11 ديسمبر عشان يستعد لمواجهة اتحاد جدى او اوكلاند سيتي يوم 15 ديسمبر قدومكم على الشاشة هو جدول المباريات الاهلي السبت اللي جاي هيلعب مع مدياما الغاني 25 نوفمبر في استادي السلام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بقيادة تحكمية وصفارة تحكمية للحكم المالي بوبو تراوري طيب 28 نوفمبر الاهلي هيلعب مع اسموحة في استادي الماولين يانجي افريكانز التنزاني مع الاهلي هيتلعب في تنزانيا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة المطش في تنزانيا الساعة 9 بتوقيت القاهرة على ملعب من يمين مكابا في دار السلام وهيكون الادارة التحكمية وصفارة المباراة لطاقم تحكم موريتاني بقيادة عبدالعزيز بو برضو مش فاهم فكرة هو احنا كلما نروح تنزانيا ليه جينا طاقم تحكم موريتاني ما علينا ستة ديسمبر الاهلي يرجع من تنزانيا هيلعب مع زد يوم ستة ديسمبر في الدوري بس مش عارفين لسه المباراة تبقى فين دي مباراة نادي زد زد كان بيلعب في استادي القاهرة ما عرفش وضع اللي استادي هتاهي بايه هنعرف لما نقرب شوية من معاد ستة ديسمبر بعدها الاهلي عنده مطش مع بلوزداد يوم تسعة ديسمبر الساعة ستة الساعة ستة مساء بتوقيت القاهرة كل مباراة الاهلي الافريقية تتلعب يوم السبت خمسة عشرين نوفمبر اتنين ديسمبر تسعة ديسمبر الاهلي يسافر السعودية حداشر ديسمبر يلعب اولى مباراةه في البطولة يوم خمستاشر ديسمبر الساعة تسعة او الساعة تمانية مساء بتوقيت القاهرة تسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية تمانية بتوقيت القاهرة والمباراة هتكون مع الفائز من اتحاد جدة واوكلان سيتي دي المباراة هتتلعب يوم اتناشر ديسمبر ودي جدول مباريات النادي الأهلي في الفترة اللي جاية بعد 15 بقى هنستنى نشوف النتيجة يا رب بإذن الله رب أنا يكرم الأهلي يروح يلعب مع فلورمينزي يوم 18 لأنه لو لعب مع فلورمينزي يوم 18 ونكمل لغاية 22 يعني إما نلعب 3 و 4 في نفس اليوم يوم 22 يما نلعب يوم 22 برضو ولكن بالليل مع بطل أو الفريق المتأهل من منشستر سيت الإنجليزي أو ليوني المكسيكي مع فريق بطل اليابان يوم 22 ديسمبر يوم 23 ديسمبر